بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين قال دامت بركاته تأكيد حقانية دين الإسلام بموقف الإمام علي عليه السلام منه ومما زاد في قناعتي بذلك أنني وجدت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا للنبي صلى الله عليه وآله وكان عليه السلام كما تدل عليه الأخبار التاريخية الواضحة أولا ملازما للنبي صلى الله عليه وآله قبل الرسالة ويذهب معه إلى غار حراء للعبادة حيث كان قد أودعه أبو طالب عنده أمير المؤمنين عليه السلام عند النبي صلى الله عليه وآله فكان عالما بجميع خفايا وممارسات النبي صلى الله عليه وآله من دون شيء وثانيا نبيها كان أمير المؤمنين عليه السلام نبيها وذكيا وفطنا ولم يكن بالممكن استغفاله بحيث يؤمن بشيء لا واقع له وثالثا ولا أشك في ذلك أنه عليه السلام كان باحثا عن الحقيقة لنفسه وأنه عانى في سبيلها معانى الذي ينظر إلى حياته أمير المؤمنين عليه السلام يجد ذلك واضحا أنه طالب للحقيقة فلو كان في أحوال النبي صلى الله عليه وآله ما يدل على أنها ناشئة أو ناشئة عن تدبيره الشخصي لكان هو يعني أمير المؤمنين عليه السلام لكان علي عليه السلام أول من يطلع على ذلك ولا يداهن في شأنه فنحن نستكشف أو يتتقوى وتتأكد عندنا حقانية دين الإسلام من خلال أننا نجد شخصا مثل الأمير المؤمنين عليه السلام قد اتبع وصدق النبي صلى الله عليه وآله لا نستدل باتباعه من خلال أنه إمام لا 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 يشكل علينا من هذه الجهة السيد لا يستدل بإمامته لا وإنما يقول الإمام عليه السلام عنده صفات نفسية خلقية فكرية هذه الصفات الذي يحملها لا يمكن أن يصدق بشخص كاذب خصوصا وأنه كان مطلعا على خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله فلو كان هناك خدعة من النبي صلى الله عليه وآله والأياذ بالله لكان يا أمير المؤمنين عليه السلام مطلعا عليها وإذا اطلع عليها لا يمكن أن يصدقه لأنه كان باحثا على الحقيقة وكان فطنا وذكيا وينبيها ولقد قال عليه السلام في كلام لابنه الحسن عليه السلام واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك هذه طبعا هذه الأبارة الاقتصار على ما فرضه الله عليك هذه جدا مهمة يعني تأتيني أسئلة أكثر من مرة تكررت هذه الأسئلة أو الحالات خصوصا من النساء يأتي هذا الشخص أو هذه المرأة ويكلف نفسه فوق طاقتها أو يكلف نفسه أمورا لم يكلفها الله تعالى له يعتزل الناس يكثر من العبادة بحيث ينهك لا يتكلم مع الآخرين لا يجلس مع أهله لا يشاهد التلفاز مثلا لا يخرج إلى السفرات يترك الأمور الدنيوية يترك الملذات هذا غير مطلوب منك هذا غير مطلوب منك أنت هناك أمور قد فرضها الله تبارك وتعالى عليك اقتصر عليها اقتصر عليها هناك مستحبات نعم شيئا فشيئا شيئا فشيئا كما في وصيتي الباقرة عليه السلام المعام باقرة عليه السلام للمعام صادق عليه السلام على ما ببالي يا بني إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق على كيفك شوية 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 لا هذا يجي الشاب المسكين الشاب المسكينة تراه أنه ترك كل شيء ترك الدنيا وما فيها واقتصر على العبادة هذا غير صحيح هذا غير صحيح بعد فترة حالات أنا اطلعت عليها حصلت حالات من الكآب الشديد والوسوس في العبادة بحيث هذا الشخص الذي يتصور أنه متدين صار أذية على عائلته صار منفرا للدين لا الدين ليس كذلك معناه السلام كانوا ناس اجتماعيين النبي صلى الله عليه وسلم كان اجتماعيا كان له أصدقاء وله أحباب وله مؤنسون العمر ليس كذلك هذا خطأ في فهم الدين انظر إلى كلامي أمير عيسام مع ابنه الحسن عيسام واعلم يا بني أن أحب أحب الأمور أحب ما أن تآخذ به إلي من وصيتي تقوى الله تعالى أنت تريد أن تصل إلى الله تعالى اتق الله اتق الله ليست المسألة بكثرة العبادة ليست المسألة أبدا بكثرة العبادة قال والاقتصار الاقتصار على ما فرضه الله عليك لا تأتي بأشياء لم يفرضها الله تعالى عليك هذا أحب الأمور والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك يعني أنتم انظروا إلى أنه الإمام السجاد عليه السلام ونحن في أيام استشهاده عليه السلام الإمام السجاد عليه السلام عندما ينظر إلى الصحيفة التي كانت تبين مدى عبادة أمير عيسام يعلق عليها بأنه نحن لا نستطيع ذلك بس لا أذكر عبارته عليه السلام لكن مضمونها أنه بالنتيجة من يستطيع أن يأتي بمثل عبادة أميروني ويأتي شخص مننا ويريد أن يكون مثل أمير أمير عيسام في العبادة هذا غير ممكن هذا غير الإمام عليه السلام نفسه يقول وإنكم لا تقدرون على ذلك وإنكم لا تقدرون على ذلك لكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد قال والصالحون من أهل بيته فإنهم لم يدعوا لم يدعوا المفروض عندي في النسخة يدعوا لم يدعوا أن ينظروا لأنفسهم كما أنت ناظر وفكروا كما أنت مفكر ثم ردهم آخر ذلك بعد التفكير والتأمل ردهم إلى أي شيء إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا أمور لم تكلف بها أمسك عنها لا تكلف نفسك شيئا لم يكلف الله تبارك وتعالى إياك قال وعلم يا بني إلعا قال وعلم يا بني أن أحدا لم ينبئ عن الله كما أنبئ عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فرض به رائد الرائد هو هذا الشخص الذي يرسله قومه إلى أماكن ليطلع على أماكن الماء والحشيش وما إلى ذلك يعني قوم مسافرون يرسلون شخصا لكي يطلع على أماكن المياه والحشيش التي تصلح للاستراحة أو العيش هذا يسمى بالرائد النبي صلى الله عليه وآله رائدنا لأنه أخبر عن الله تعالى وعن السعادة الأخروية بالنتيجة أخبر عن مكامن السعادة وطرقها قال فرض به رائدا وإلى النجاة قائدا فإني لم آلك نصيحة لم أقصر في نصيحتك وإنك لن تبلغ في نظر نفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري إليك قال واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله لو كان هناك إله آخر لأتتنا رسله ولأرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته ولكنه إله واحد كما وصف نفسه لا يضاده في ملكه أحد ولا يزول أبدا ولم يزل أو لم يزل قال إذن إذن ففي إيمان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بالإسلام وفق ما نعلمه من شخصيته وسلوكه وأفكاره حسب الشواهد التاريخية الواضحة في إيمانه شاهد آخر على صدق هذه الرسالة وعليه فإنني اقتنعت أو اعتقدت أنني قد استوثقت لنفسي وأبصرت حسب قناعة الحقيقة هذه بما يكفي للإيمان بالله والرسالات والدار الآخرة والدار الآخرة أفوا ولم أجد أن قربي من هذه الحقيقة هذه نقطة جدا مهمة نقطة جدا مهمة كثيرا ما يشكل علينا غير المسلمين بأنه أنتم بما أنكم تعيشون في مجتمع إسلامي فصرتم مسلمين هذا فقط وفقط ولو كنتم في مجتمع غير إسلامي لا صرتم غير مسلمين هذه الفكرة خطأ هذه الفكرة خطأ كيف قال دامة بركاته ولم أجد أن قربي من هذه الحقيقة من حيث الإيمان بها في أسرتي وبيئتي بنتيجة السيد من بيئة متدينة لم أجد قربي من هذه الحقيقة بالذي يبعث على الشك يعني كأنما أنا بما أني من مجتمع إسلامي فلابد أن أشك في أني ماذا؟ في أن إيماني كان تقليدا وكان تأثرا في المجتمع لا هذا غير صحيح لماذا؟ قال بعد أن تحركت بوازع داخلي هناك دافع داخلي في البحث عن الحقيقة أنا بحثت عن الحقيقة بنفسي لا يؤثر أن عائلتي مسلمة لا يؤثر ما دمت أنا باحثا عن الحقيقة بنفسي نعم نعم المسلم الذي لم يبحث عن الحقيقة بنفسه واكتفى ببيئته الإسلامية هذا يحاسب يعني هذا الذي لا بد أن ينظر إليه أنه بالنتيجة مقصر أو ما إلى ذلك أما لا المسلم الذي بحث ووصل إلى الحقيقة بنفسه هذا بالنتيجة لا يؤثر عليه كونه من مجتمع إسلامي قال وجلا من الخطأ في أمرها أنا كنت على وجلا وحذر وخوف وجلا من الخطأ في أمرها وحذرا من الانسياق المحض وراء ما تلقيته في الأسرة والبيئة المحيطة به أنا كنت حذرا من أن أقلد الآخرين أقلد بيئتي وقلد مجتمعي بهذه الصفات أنا بحثت عن الدين ووصلت إلى الحقيقة قال لو قد علمت أن سنن الحياة تسمح بأن يكون قوم أقرب من قوم إلى الحقيقة في هذا الشيء الآن شخص يأتي ويقول لماذا أنت الآن كنت في مجتمع إسلامي أنت قريب إلى الإسلام أنا في مجتمع غير إسلامي أنا بعيد عن الإسلام أليس هذا ظلم؟ السيد يقول له سنن الحياة تسمح بذلك وقد علمت أن سنن الحياة تسمح بأن يكون قوم أقرب من قوم إلى الحقيقة في هذا الشيء كما هو الحال في سائر مجالات الحياة فالقيم الإنسانية والأخلاقية مثلا هي محل إذعان الجميع ولكن بعض الناس يعيش بيئة مساعدة عليها بينما يعيش آخرون في بيئات تتنكر لهذه القيم بشكل أو بآخر ولا يلام المرء في اعتقاد ما يجده في بيئته إذا تحر الحقيقة وبحث عن الرشد فوجد عليها علائم الحق ودلائل الصدق إذ لا تخلو العقائد المختلفة المنتشرة في البيئات المتعددة من أن يكون بعضها حقا حاصل ما يريد أن يقوله السيد دامة بركاته أنه لا يؤثر على حقانية الدين الذي يعتقده الإنسان أن يكون هو في مجتمع متدين وليس من حق الآخرين أن يلوموا هذا الشخص الذي اعتقد بالإسلام وكان في مجتمع متدين وكان في مجتمع إسلامي لماذا؟ لأننا نجد أن بعض المجتمعات فيها اهتمام كبير بالأمور الأخلاقية الأمور القيم الإنسانية اهتمام كبير فهل من حقي أن أأتي وألوم فردا من أفراد هذا المجتمع؟ أقول له أنت اعتقادك غير سليم أخلاقياتك غير سليمة يقول لي لماذا؟ أقول له لأنك تعيش في مجتمع أخلاقي وبالتالي أخلاقياتك مبنية على التقليد هذا كلام غير عقلائي ليس من حقي أن ألوم الشخص المتخلق بأخلاق حميدة لمجرد أنه كان في مجتمع خلوق كذلك في الأمور الاعتقادية أنا إذا كنت في مجتمع إسلامي واعتقدت بالإسلام فليس من حقي الغير أن يلومني على اعتقادي لكن بشرط لكن بشرط أن أكون قد وجدت الأدلة المقنعة على حقانية هذا الدين الإسلامي أما إذا اعتقدت بالدين الإسلامي أو غير الدين الإسلامي لمجرد أني كنت في مجتمع متدين نعم هنا من حق الآخرين أن يلوموني الآن يأتي الملحد يقول لي أنت قلت أباك وصرت مسلما يأتي لفلان يقول أنت قلت أباك وصرت مسيحيا نعم من حقه أني أشكل هذا الإشكال أما الشخص الذي بحث عن الحقيقة فليس من حق الآخرين أن يلوموه أو يشكك في اعتقاده لمجرد أنه وصل لحقيقة تتوافق مع مجتمعه ولهذا ولهذا نجد عدة من المسيحيين اليهوديين الملاحدة اللا إدريين مثلا الربوبيين إلى آخره من هذه الأصناف تجده عندما يبحث عن الحقيقة بموضوعية وبصدق ويريد أن يصل إلى الحقيقة مهما كانت نجده بعد فترة يغير دينه ويدخل إلى الإسلام وهذا رأيناه في عدة بالنتيجة حتى بعض العلماء بعض العلماء بالنتيجة بعد بحثه وصل إلى الحقيقة ودخل إلى الإسلام فالعبرة ليست في البيئة وإنما العبرة في أني عندما اعتقدت عندما اعتقدت هل اعتقدت على استنادا إلى دليل أم اعتقدت تقليدين هذه العبرة ولهذا ولهذا من الضروري جدا لشبابنا وشاباتنا وعوائلنا أن تصل إلى هذه المعارف عن قناعة هذا خطأ هذا الذي يحصل في المجتمعات الآن خطأ كبير الشاب الذي اعتقد بالإسلام لمجرد أنه في عائلة مسلمة هذا بمجرد أنه يواجه بعض الشبهات يترك الإسلام أو يبقى على الإسلام لكن للتعصب فقط التعصب المذهبي وهذا خطأ خطأ كبير لا تتصور أنك بمجرد أنك مسلم فتتعصب إلى الإسلام هذا كافي لا أنت ابحث عن الحقيقة بنفسك اقرأ كتب المسلمين في الاستدلال على عقائدهم وانظر بنفسك هذه الأدلة أدلة وجدانية بالنتيجة مقنعة أنت ابحث عن الحقيقة وتوصل إليها بنفسك طبعا أنا لا أدعو إلى ما يدعو إليه بعض من لا معرفة له في هذا المجال يقول بما أنك لا بد أن تبحث عن الحقيقة فلا بد أن تبدأ من الصفر تشكك في كل شيء لا يصح لك أن تعتقد لا من البداية تشكك في كل شيء تشكك في وجود الله تشكك في النبي صلى الله عليه وآله تشكك في التشيع تشكك في أصل الرسالات ثم تبدأ من الصفر وتبحث عن الحقيقة هذا كلام غير أقلاي أصلا كلام غير أقلاي لا أنت ولدت على عقائد حاول أن تستدل على صحتها إذا وصلت إلى دليل مقنع على صحتها فخير على خير إذا وصلت إلى دليل مقنع على عدم صحتها فبحث عن الحقيقة في دين آخر هذا هو الذي يقتضيه العاقل وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين